حبدأ خبر خاص بهذه الزيارة فعلاً اللي استقبل فيها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني السيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية حيث نقل رسالة شفاهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية وسبل دعم هذه العلاقات وكيفية تطوير العلاقات في المجالات المتعددة والمختلفة وقد أعرب البرهان خلال هذا اللقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل وطلب نقل رسالة تحمل التحية والتقدير لرئيس الجمهورية كما التقى أيضاً رئيس المخابرات العامة خلال زيارته للخرطوم مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي في السودان وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين في شتى المجالات بما يحقق المصالح المتعددة للبلدين وفي نفس السياق استقبل رئيس الوزراء السوداني حمدوك السيد الرئيس رئيس المخابرات العامة حيث ركز اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير هذه الأمور بما يحقق صالح الشعبين المصري والسوداني واختتم الوزير عباس كامل زيارته بعقد لقاء مع وزير الدفاع السوداني وكذلك السيد مدير المخابرات العامة السودانية وهذا في إطار التشاور حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك ما بين البلدين